اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي نفذته في قطاع غزة ولان هذا العنوان وهو منظمة التحرير ظل موجودا وصامدا ومصانا فان هذا الوجود قد عبر وعبر بنا الى الامام في ظروف متغيرة وعاتية جعلنا نقف في صف النجاح والبقاء رغم الدوامات الخطيرة وجعلنا نستطيع ان نحقق المزيد من النجاحات والانجازات والنقف ضد اسرائيل وضد امريكا بجدية لاسقاط كل محاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية يتابع الكاتب ايضا في صحيفة الحياة الجديدة ثوابتنا الوطنية واطاراتنا ايضا الفلسطينية بحاجة دائمة الى الالهام والتجديد والحقن بقوة اضافية مثل دعوة الرئيس ابو مازن الى الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة دفعة واحدة هذا هو الهدف لاننا حين تجري هذه الانتخابات بالنجاح ولدينا القدرة على ذلك نكون قد زرعنا ثوابتنا في الارض بجذور راسخة واي انتقاص لهذا المعنى واي تلكو في هذا المسار واي اضافات مفتعلة او انتقاصات مفتعلة هو خروج مكشوف من تحت سقف الاولويات الفلسطينية وبهذا نختتم ما جاء في هذا المقال من صحيفة الحياة وننتقل الان الى صحيفة القدس ونقرأ هذا المقال رصاصة خارج عن القانون بقلم الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لأي رزقات ونقرأ في هذا المقال مشاهدين رصاصة واحدة انتزعت الحلم والمستقبل والفرحة وعوقفت مسيرة شاب احب الحياة والناس والجيران احب نابلس كحبه لامه وابيه واخته واخيه هي الرصاصة الغادرة القاتلة اطلقها مستهدر غير ابه بنتائج افعاله رصاصة وجهت له بحقد وغل من طائش لم يعلم بان روح الانسان اطهر ما في الوجود وانتزاعها عمل جلل عظيم يقول الكاتب كما انه لم يدرك حجم الالم والحسرة والحرقة التي زرعها في قلوب عائلته واهله ومجتمعه كله يتابع ايضا ارزقات اطلقها خارج عن القانون يقتل شابا قضى عمره الصغير واحد وعشرون عاما وهو ينظر ويتأمل بجمال نابلس ويفتخر بحضرتها وتاريخه العريق بجبالها شامخة وباهلها الطيبون الرافضون لهذه الجريمة وغيرها يقول الكاتب ايضا في هذا المقال التوقون او رصاصة استقرت في مجرى تنفسه وكأنه يقول له سأمنع الهواء عنك وعن كل ملتزم وكل من لا يرضى بما اريده انا والفوضويون رصاصة كانت بمثابة الرسالة التي يجب ان نفهمها جميعا بأن هذا السلاح العشوائي بأيدي المنفلتين والخارجين عن القانون يجب ان ينتهي ويتابع ايضا الكاتب ويختتم في هذه الصحيفة لتكن دماء فراس حافزا لنا لنوقف هذا القتل المستشرفين ولترتاح روحه الطاهرة يجب ان نكون موحدين في وجه الظلم والخارجين عن القانون والسلاح العشوائي وتجاره ولننظم مدننا وبلداتنا وقرانا رحمك الله يا فراس والهام الذويك الصبر والسلوان كان هذا مقال للكاتب اذا متحدث باسم الشرطة لأي رزقات العقيد لأي رزقات متابع مشاهدين في الصحف الفرسطينية ونقرأ في صحيفة الايام هذا المقال تسكيل الحكومة الاسرائيلية البعض يريدها مقلصة بقلم هاني حبيب نقرأ في هذا المقال رغم تدول العديد من السيناريوهات والخيارات فشل المكلف السابق لتشكيل الحكومة الاسرائيلية بن يميل تنياهو في اجتياس مختلف العقبات الامر الذي ادى الى بدء مرحلة جديدة ينتقل التكليف بتشكيل الحكومة منه اي نتنياهو الى الاخر جانتس ويتابع وهو في هذه الحالة بن جانتس زعيم تكاتل ازرق ابيض الذي بدوره يواجه ذات الخيارات والسيناريوهات التي تنحصل في الغالب بين الحكومة حكومة وحدة وطنية او حكومة ضيقة في مقالنا هذا يقول الكاتب سنتناول الخيار الثاني حكومة ضيقة او مقلصة باقل من واحد وستين صوتا بدعم من اسرائيل بيتنا بزعامة لبرمن والقائمة العربية المشتركة من الخارج يتابع ايضا فان تشكيل حكومة مقلصة بزعامة جانتس ميشانه ولأول مرة منذ بضع سنوات وعدة انتخابات برمانية يتم ابعاد نتنياهو عن تشكيل حكومة اسرائيلية حيث بات مع الزمن وكأنه المقاول الوحيد الحصري لتشكيل حكومة اسرائيل والرجل القوي الملك الذي لا يمكن استبداله يتابع الكاتب ايضا في هذا المقال بان نتنياهو نعم ان مثل هذه الحكومة عفوا ستبعد شبه انتخابات ثالثة لا يريدها اي من نتنياهو او جانتس الذي يعمل على هذا الهدف شريطة ان يحمل ويحمل المسؤولية في ذلك الى حزب ازرق ابيض برئاسة جانتس حكومة ضيقة ستشكل نهاية نتنياهو السياسية التي ستتعزز اكثر مع احتمالات كبيرة بتوجيه لوائح اتهام ضده مرتقبة من قبل افحاي مند لبلت وبهذا نخطة المشاهدين ما جاء في الصحفة الفلسطينية من مقالات فاصل ثم نواصل اهلا بكم جديد بشاهدين الان قراءة في بعض المقالات من الصحفة العربية والتي نبدأها مع صحيفة الخليج الاماراتية والتي جاءت بهذا المقال للكاتب نبيل سالم بعنوان واشنطن تريد النفط السوري ونقرأ في هذا المقال سرقة معلنة لم يحدث مثلها في التاريخ اذ يقف جهارا ليعلن على الملأ استعداده للقتال من اجل ان يسرق هذا ما اكده الرئيس الامريكي دونالد ترامب عندما اعلن في سياق تصريحاته حول مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغددي ان الولايات المتحدة استطاعت تأمين حقول النفط في سوريا وانها قد تضطر للقتال من اجل النفط في هذا البلد زاعما ان هناك من قد يدعي احقيته بهذا النفط وان من حق الولايات المتحدة ان توقف هؤلاء عسكريا اذا ادعوا حقهم في النفط يتابع الكاتب سالم في هذا المقال تصريحات امريكية مستهجة لا تنسجموا لا مع القانون الدولي ولا حتى مع المنطق اذ كيف يمكن لبلد ان يدعي احقيته بثروة بلد اخر يبعد عنه الاف الكيلومترات ووجوده اصلا غير شرعي من دون تفوض من احد لا وجود لمثل هذا في القوام السياسية ولا في علاقات الدولية الا في قانون البلطجة الذي تتبعه الولايات المتحدة في العالم حسب هذا الكاتب في صحيفة الخليج ويتابع ايضا تصريحات ومواقف تظهر بوضوح حقيقة المواقف الامريكية وتعري مزاعم واشنطن حول محاربة الارهاب والشعار الذي تستخدمه واشنطن من تدخل في المنطقة العربية وغيرها من العالم في محاولة لتغطية اهدافها الحقيقية العدوانية يختتم الكاتب في هذا المقال وفي صحيفة الخليج فالكل يذكر كيف ان الغزوة الامريكية للعراق طال باتاره تدميرية مختلف القطاعات ووزارات الدولة العراقية باستثناء وزارة النفط التي حافظت القوات الامريكية رغازية وقتها على سلامتها ونفس المواقف الامريكية تتكرر اليوم في سوريا حيث يظهر ويظهر الوجه الحقيقي للسياسة الامريكية واهدافها في هذا البلد العربي على لسان الرئيس الامريكي نفسه الذي اعلن صراحة ومن دون موارب استعداده لالقتال من اجل النفط في سوريا وكأنما يتحدث عن ثروة طبيعية في كاليفورنيا او واشنطن او تكساس او في الصحارة الامريكية يبدو مما تقدم ان الولايات المتحدة التي تزعم حرصها على محاربات الارهاب والقضاء على تنظيم داعش الارهابي او منع عودته الى سوريا انما تسعى لوضع موطئ قدم لها في سوريا ومن صحيفة الخليج مشهدين ننتقل الى القبس الكويتية ونقرأ فيها الشروق الروسي والغروب الامريكي بعد الحرب العالمية الاولى اقتسمت بريطانيا فرنسا ايطال العالم العربي وحكمت دوله استعماريا عسكريا واستطانيا الى ان الشعوب العربية في هذه البلاد واجهت ذلك الاستعمار بثورات في كل مكان بما سمي بالثورة العربية الكبرى وقد توجد ذلك النضال بثورة 23 يونيو 52 في مصر ثم دول عربية اخرى فكان استقلالها سيدة الموقف الان امريكا جاءت لتحل محل ذلك الاستعمار الاستطاني باستعمار جديد الا وهو الهيمنة الاقتصادية في اواسط الستينات ظهر المحافظون الجدد على مسرح الاحداث وبدأوا بوضع خططهم الامبريالية للسيطرة على الاقتصاد العالمي ولو بالقوة المسلحة اذا لزم الامر ذلك مشروع روجرز لملء الفراغ في الشرق الاوسط واتلت ذلك مشاريع عدة فيما يخص المنطقة العربية اخرها الشرق الاوسط الجديد وكانت تلك المشاريع والسيناريوهات تتبدل كلما باء احدها بالفشل وكانت تتائجها فاشلة في معظمها وناجحة في جني بعض ثمارها وفقا لظروف كل دولة لكن لم تختلف اي من هذه المشاريع اثناء تنفيذها عن كونها تقوم على سياسة الخداع والكذب والتعالي في التعامل مما كان ذلك يساعد على فشل سياسة امريكا الخارجية وبعد نصف قرن من تلك السياسة المتعالية بدأت دول العالم الثالث خاصة تفضل المحاولات للتخلص من براثنها التي غاصت في اجسادها وبدأ تكوين التكتلات لمواجهة هذا الاستعمار الامبريالي عفوا واولها كانت دول عدم الانحياز ثم دول الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومجموعة شانغهاي لذا مشاهدين بدأ النفوذ الامريكي في التراجع ويتقخر ليحل محله النفوذ الروسي لسيما في السنوات الاخيرة وبقيادة الرئيس بوتين فقد بدأ واضحا نشر علاقات روسيا سياسية الاقتصادية العسكرية الثقافية بين مختلف دول العالم بما فيها الدول الاوروبية بالاضافة الى الدول العربية والافريقية وذلك بسبب سياسة روسيا القائمة وبهذا نختتم ما جاء في هذه المقالات من هذه الصحف العربية الآن قراءة في بعض الصحف اللبنانية مع الزميرة زينة عبدالصمد من مكتبنا في بيروت أهلا بك معنا زينة تحية لك مالك وأهلا وسهلا بكم مشاهدين نطل عليكم في هذه الجولة بين أعمدة الصحفة اللبنانية ونستهلها مع اللواء حيث كتب وجه فانوس تحت عنوان التنوع الثقافي ووحدة الانتماء الوطني في لبنان ويرى أنه من الممكن للانتماء الوطني واستنادا إلى ما يقوم عليه من وحدة أي تمظهر في تنوعات معيشية واجتماعية وفكرية معينة تنطلق من أساسية هذه الوحدة ولذا يمكن القول أنه لا يمكن للتنوع أن ينفي الوحدة بل يمكن له أن يكون عنصر قوى وتعزيز لها ويتابع الكاتب إنها المصلحة اللبنانية المشتركة وهي المصلحة التي لا يمكن لها أن تكون إلا بوجود بوتقة واحدة تحقق اللقاء الوطني الموحد للبنانيين والموحد لهم وهذه المصلحة اللبنانية المشتركة لم تأتي لا من فراغ ولا من رؤية ذاتية أو حلم شاعري بقدر ما تطورت ونمت نتيجة تفاعل فيما بينها ونبقى في اللواء في موضوع آخر كتب هيفا مزعيتر تحت عنوان جانتس يعمل لاستمالة أحزاب يمينية ونتانياهو يراهن على فشل تشكيل الحكومة واعتبر أنه ما زال رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يراهن على فشل رئيس المكلف تشكيل الحكومة بني جانتس ما يجعل لديه أمل بالتوجه إلى انتخابات عامة جديدة موحيا بأنه لم يكن السبب في عرقلة تشكيل الحكومة وحاول نتانياهو تحسين صورته لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1948 بإعلانه تشكيل فريق لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل فلسطين عام 48 وإلى النهار وفي شأن دولي فقد عنوانا سر كيث نعوم مقاله روسيا والشرق الأوسط أسئلة دقيقة وأجوبة ويسأل نعوم هل تحاول روسيا بلاديمير بوتن الحلول مكان الولايات المتحدة كقوة رئيسية في الشرق الأوسط وكوسيط في الوقت نفسه وهل تعتمد لتحقيق ذلك على تغيرات السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ولسيما في رئاسة ترامب الحالية عن السؤال الأول يجيب نقلا عن باحثين أمريكيين من الخطأ لافتراض أن روسيا تريد الحلول مكان الولايات المتحدة وممارسة دورها في الشرق الأوسط وذلك رغم الفوضى أو بالأحرى التشوش الذي أطلقه الانسحاب المفاجئ لرئيسها ترامب من شمال ثوريا ويشير الكاتب بمعزل عن مشهدية أو استعراضية المقاربة المتهورة أو المندفعة جدا التي أدار بها ترامب السياسة الخارجية الأمريكية فإن الحقيقة المحسنة هي أن الولايات المتحدة أفرطت في تعريض نفسها أطلق خيم وجودها في الشرق الأوسط في العقدين الماضيين في حين أحجمت روسيا عن ذلك إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا على الصحف اللبنانية نشكر طيبة متابعتكم عودة إلى زميلنا مالك في رمالة شكرا جزيلا لك زينة كنت معنا من مكتبنا في بيروت الأنقرة في بعض الصحف الأردنية مع الزميل أروح حماد من مكتبنا في عمان أهلا بك معنا أربعة شكرا لك مالك ونرحب بالمشاهدين في جولة جديدة في الصحافة الأردنية نبدأ مع صحيفات الدستور واخترنا لكم مقالا تحت عنوان إضراب الأسرى في سجون الاحتلال والمنظمات الدولية بقلم سير القدوة يقول الكاتب يواصل الأسرى في سجون الاحتلال معركتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري يأخذون معركتهم النضالية ضد الاحتلال في ظل استمرار صمت المؤسسات الدولية ويضيف الكاتب بات من المهم العمل على تفعيل الفعاليات التضامنية مع الأسرى بهدف إيصال رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة أن يمارس دوره الإنساني من أجل إطلاق صراحهم وننتقل إلى موضوع آخر أيضا في صحيفات الدستور ومقال تحت عنوان حزمة تنشيط الاقتصاد بقلم خالد زبيدي يقول الكاتب حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تحمل الكثير من الإيجابيات التي تفيد الاقتصاد المتباطئ منذ سنوات فالاقتراب أكثر لجهة تخفيض كلف الإنتاج ينعكس إيجابيا على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية ويضيف الكاتب الأردن يمر في مرحلة صعبة يحتاج معها تشغيل مكامن القوة الحقيقية في الاقتصاد وفي ذلك مصلحة وطنية ومن صحيفة الدستور ننتقل معكم إلى موضوع آخر في صحيفة الغد ومقال تحت عنوان الأردن بعد مقتل البغداد بقلم ماهر أبو طير يقول الكاتب الأردن أمام مراجعة لكل تداعيات مقتل البغداد فالتنظيم استقطب أهلاف الأردنيين وكثير من هؤلاء تم قتلهم وبقيت عائلاتهم في هذه الجبهات وبطبيعة الحال فإن مقتله سيؤدي إلى خلخلة التنظيم وإضعافه مع احتمال ظهور تنظيم جديد أو قيادة جديدة ويضيف الكاتب قصة التنظيم لم تنتهي تماما لا في الاقليم ولا في الأردن لكننا على صعيد الأردن حصرا أمام قراءات مختلفة لما بعد البغداد وهي قراءات توجب منذ الآن فتح العيون جيدا على ما قد يجري خلال الفترة المقبلة ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت وعودة إليك مالي شكرا جزيلا لك يا روى كنت معنا من مكتبنا في عمان مشاهدينا فاصل ثم نواصل أهلا بكم من جديد مشاهدينا في القسم الأخير من برنامجنا وقراءة في بعض الصحفة الدولية والتي نبدأها مع الاندبندنت البريطانية والتي جاءت بمقال يتحدث عن رغبة ترامب في النفط السوري وتلاجعه عن سحب القوات هناك تقول الاندبندنت أن ترامب يريد أن تستخرج شركات أمريكية النفط السوري ورغم تحذير الخبراء من أن ذلك قد يكون جريمة حرب تقول الاندبندنت أيضا أن ترامب بعدما تسبب في انتقادات واسعة لسياساته في سوريا بعد إعلانه المنفرد سحب القوات الأمريكية من الشمال السوري والسماح لتركيا بشان عمليات العسكرية هناك ما هو يغير قراره تضيف أن ترامب أعلن عودة قوات أمريكية إلى مناطق شمال سوريا في وقت قريب بهدف حماية حقول النفط في المنطقة مضيفا أنه ينوي عقد صفقة مع شركة أمريكية كبرى لاستخراج النفط من الإقليم الغني به تنقل الصحيفة أيضا عن ترامب قوله ما أنوي فعله هو ربما عقد صفقة مع أكسين موبل أو إحدى شركاتنا العظيمة للذهب هناك واستخراج النفط بشكل مناسب تقول الصحيفة أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أوضح أن الأسبوع الماضي أن بلاده سترسل قوات إلى شرق سوريا بهدف حماية النفط من عودة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لكن تصريحات ترامب تسببت في تصاعد الشكوك حول نواياه المستقبلية بخصوص سوريا خاصة وأن له تصريحات سابقة بخصوص استخراج النفط من دول تمزقها الحروب الأهلية لكن ذلك لم يحدث وهو في منصبه الحالي بهذا نختم ما جاء في صحيفة الانتبندنت ونقرأ الآن ما جاء في صحيفة الغاردين البريطانية تتحدث الغاردين عن دراسات توصي بأن أو تتحدث عن أن أكثر من 300 مليون إنسان معرضون للموت في حال ارتفع منصوب سطح البحار تقول الصحيفة أن دراسة جديدة خلصت إلى أن عدد البشر المهددين بسبب مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر قد تضاعف ثلاث مرات عما كان يعتقده العلماء في السابق وضيف أن الدراسة التي نشرتها مجالة نايتشار تشير إلى أن مناطق كبيرة من الأرض يسكنها نحو 300 مليون إنسان عرضة من فيضلات مرة واحدة على الأقل بحلول العام 2050 تتابع أيضا الصحيفة أن هذه الأرقام تتعدى بكثير توقعت العلماء السابقة والتي كانت تشير إلى أن عدد البشر الذين قد يتعرضون لتأثير الفيضانات قد لا يتعدى الثمانين مليون شخص كما أن الدراسة الأخيرة اعتمدت على تضاريس الطبغرافية للسواحل على مستوى العالم بينما كانت تعتمد الدراسات السابقة على صور الأقمال الاصطناعية للسواحل والتي كانت تبالغ في ارتفاع مستوى السواحل بسبب الأبنية الضخمة والمرتفعة القريبة منها لهذا نخطط ما جاء في الصحفة الدولية ومشاهدين الآن نترككم مع هذا الكريكاتير ومع هذا الكريكاتير ومشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج متن الخبر دومتوم بخير ونالي بخام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر